عاود شبح التفجيرات الارهابية نشاطه في مدينة عدن بإعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير الذي أسفر عن سقوط ستين شهيدة فيما تجاوز عدد المصابين بحسب مصادر طبية أكثر من مئة جريحة وسط تدهور وضع الخدمات الطبية في المدينة التفجير استهدف تجمعا لمجندين جدد من أبناء عدن والمحافظات المحررة كانوا يستعدون للذهاب للمشاركة في القتال ضد الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية في إطار المعركة التي تتهيأ لها قوات الجيش الوطني بدعم من تحالف العرب بهدف تحرير محافظة صعدة العملية طرحت علامات استفهام عدة من حيث الأطراف المستفيدة من استهداف المجندين ولماذا جاء تعقب أيام فقط من إعلان القبض على خلايا قالت قوات أمن عدن إنها تنشط في التفجيرات والاغتيالات كما أن العملية سبقها تحريض إعلامي تبنته وسائل إعلام الحوثيين وصالح استهدف عملية التجنيد التي تقوم بها السلطة الشرعية في عدن ضمن العداد لمعركة تقول إنها ستكون فاصلة في صعدة بيان داعش الذي تبنى مسؤولية العملية كان لافتا أيضا في تسميته للمجندين بميليشيات الرئيس هادي الموالية للتحالف العربي وهو وصف اعتادت عليه اللغة الصحفية والسياسية للحوثيين والصالح في وصف قوات الشرعية مما قد يشيب وحدة أهداف صالح والحوثيين وداعش معا في استهداف الشرعية والتحالف على الرغم من التحسن الأمني المحدود الذي كانت السلطات الأمنية في عدن قد بدأت في تحقيقه وما رافق ذلك من إعلان القبض على خلايا إرهابية غير أن جريمة اليوم التي راح ضحيتها أكثر من 200 مجندا شكل اختراقا أمنيا خطيرا يكشف عن استمرار تراخي القبضة الأمنية وهو في الوقت ذاته جرس إنذار يحمل معه تساؤلات حول مدى إدراك السلطة المحلية بعدن والحكومة والتحالف لضرورة إعادة ترتيب الأولويات الأمنية في عدن بما يتيح تأمينها